بدي أعطيكو بعض الطرق اللي بتسهل عليكو هذا التمرين لأنه في ناس رح يحكي أستاذ أنا بس أشوف الكلمات هاي مخربطة أنا بتخربط معاها ما بعرف كيف رتبها اعطينا إيش هيك طريقة تسهل الأمور ما في مشكلة في طريقة بتسهل هاي الأمور حسا أول شيء بدي أتطلع على الكلمات وأتذكر معانيها يعني يعمل فعل صح صح يا أستاذ يعني أحيانا هذا ظرف تكرار شوفوا أنت لم تتطلعوا اتذكروا أنه أشياء أخذناها في قواعد أخذنا ظرف التكرار معناتها أحيانا لكن أخذناها بتجمع بين شيئين مختلفين آي أنا هاي فاعل يا أستاذ لا هاي لنفي لايك يحب كمان فعل وإت يعني هو أو إنه لغير العاقل عندي نقطة هاي رح تيجي آخر الجملة أكيد عندي آي يعني أنا وعندي نايتس يعني لياري أستاذ يعني إحنا شو استفدنا من حاس حالة خربطت بزيادة لا ما تخربطت بزيادة شوفوا كيف الجملة في اللغة الإنجليزية بتبدأ بفاعل بعدين فعل إيش الفاعل هون عندي إيش رايكو شو الفاعل هون الفاعل يا أستاذ مبين آي في عندي آي ثنتين باختار واحدة منهم إذن الفاعل عندي آي وهي آي الفاعل بعد الفاعل في عندي فعل إيش في عندي الفعل الفعل work يعمل وهي صار عندي work فاعل فعل بس لكن أنا رح أعدي الإشي هون في عندي خطأ ليش الخطأ لأنه في عندي ظرف تكرار أخذنا إحنا قبل أنه ظرف التكرار بيسبق الفعل قصدك يا أستاذ رح أحكي sometimes قبل work نعم وهي sometimes I sometimes work أذكركم لأنه ظرف التكرار بيجي قبل الفعل ظرف التكرار أذكركم مثل usually عادة never abidden always دائما sometimes أحيانا طيب أستاذ هاي إحنا هون حللنا لحد ثلاث كلمات إذن I sometimes work أنا أحيانا أعمل إيش أعمل في الليل nights وهي night كيف عرفنا يا أستاذ أنها night منطق الجملة أنه أنا أعمل بطلع الخيارات في الليل وهي night طيب هسا الآن خلصنا هاي العبارة الآن في عندي عبارة ثانية ليش يا أستاذ في عندي عبارة ثانية لأنها but الآن لما يكون في عندي فاصلة قبليها معناتها بتفصل بين عبارتين كاملات يعني بين جملتين الجملة الأولى I sometimes work nights أنا أحيانا أعمل في الليل خلصنا الجملة الثانية الأولى هسا بدي أعمل جملة ثانية الجملة الثانية لازم تبدأ ببط تمام لازم تبدأ ببط لكن احنا تعلمنا أنها but يسبقها إيش بيسبقها فاصلة فبنيجي هون نحط الفاصلة وهي حطينا but هسا الآن بدي أعمل أبلش بعبارة ثانية أول بجديد العبارة بتبلش بفاعل وهي I اللي هو الفاعل بعدين في عندي فعل بس لحظة شوي لحظة قبل ما أحط الفعل هل في عندي هون ضرف تكرار ثاني لا يا أستاذ ما أضل هل في عندي نفي don't أو doesn't آه في عندي don't ليش مهمة هي نعم لأنها don't و doesn't مثل ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل فقبل ما أحكي I like أنا أحب اللي هو الفعل بدي أحكي I don't like I don't like أوكي إذن I الفاعل و don't للنفي وبعدينها بيجي الفعل اللي هو like شو ظل عندي ظل عندي كلمة واحدة it like it وهي it وطبعا آخر شيء رح أخلصها بالنقطة وهي النقطة هون أوكي شو شو ظل عندي بس تخلصوا أنتو اجروها كان لشوفوا منطقية و اللي في خلل I sometimes work night but I don't like it المعنى أنا أحيانا أعمل في الليل لكنني لا أحبه لا أحب هذا العمل الليلي معنى منطقي مية بالمية روح على B طبعا مثل معتاد الخطوة الأولى أقرأ الكلمات بس بدي نصحكم إنكم ترجعوا تحضروا مرة ثانية الآن هسا وقف الفيديو أحضروا مرة ثانية عشان تثبت أكثر وشوفوا هل تقدروا كمان تسووها قبلي لما ترجعوا حاولوا تجاوبوا قبلي ب ذ يعني وعلي ماشي الحال هذا أكيد فاعل وفيلم أوكي يعني فيلم سميرة طيب وفي عندي آت يعني في نقطة طبعا في آخر الجملة في عندي أند يعني و وفي عندي وورك هذا الفعل يعملوا هذا فعل وستوديو يعني استوديو عشان أسهل عليكم الأمور طبعا بدنا نبلأ بإيش بكابتال لتر أنا في عندي علي وفي عندي سميرة والسادة بأياها أبدأ لاحظوا في عندي علي وفي عندي سميرة وفي عندي أند معناته رح أحكي علي أند سميرة أو سميرة أند علي كلاهما صحيح طيب فأنا هون رح أبلش بالفعل علي أند سميرة لأنها الأند بتجمع بين متشابهن هذول أسماء أشخاص اثنين علي وسميرة هذا الفاعل وهي علي نحط عليهم خط أنتو ممكن عندكو تحط عليهم خط مثلا في الامتحان عشان ما تستخديهم مرة ثانية بالغلط علي وسميرة الفعل إيش الفعل عندي هون ما عندي غير فعل واحد يعمل وفي الامتحان وهي بحطه هون يعمل يعمل الآن في عندي فيلم ستوديو في معناته في ستوديو الأفلام يعمل في هاي at at في ستوديو الأفلام the film studio بعدين آخر شيء نقطة لاحظوا أنه في ستوديو الأفلام بالإنجليزي بنعكس ترتيبهم لأن الصفة والموصوف بالإنجليزي معكوسات يعني كأنا بحكي أفلام studio بدل الستوديو الأفلام طيب إذن هيك احنا بنقول الحمد لله استخدمناهن كلهن مرة ثانية بنصحكم توقفوا الفيديو ترجعوا لبداية بي وتشوف الحل مرة ثانية وتحاولوا تحلوا قبلي ورح يثبت هيك الحل أكثر وأكثر خصوصا لللي بيحضر للامتحانات إيش في عندي هون سي في عندي انجويز إيش مات انجوز يستمتع به أستاذ هاي فاعل ولا فعل إيش رأيك ويستمتع بفعل فعل مضارع يستمتع لأنه استمتع يستمتع إذن هاي فعل طيب البعديها driver إيش يعني driver driver يعني سائق drive يسوق أو يقود driver سائق هذا الفاعل رح يكون فاعل طيب danger هون في عندي danger إيش مات danger danger يعني خطر عندي نقطة وعندي a واضح أنها هاي رح تكون أول الجملة لأنها capital ورالي سباق سباق نعم سباق طيب هاي حاول تركبوها مع بعض عندي يستمتع عندي سائق في عندي خطر سباق طبعا بيتبلش ب a في عندي سائق أو قائد بس قائد إيش قائد سيارات سباق رالي driver رالي driver إذن قائد سيارات السباق الفعل يستمتع به enjoys يستمتع بماذا بالدينجر بالخطر وهي danger وهي نقطة إحنا هيك منكون إيش استخدمناها كلهم أرالي driver enjoys danger يعني سائق السباق يستمتع بالخطر هذا الفاعل وهذا الفعل وهذا المفعول به نذهب إلى D نفس الشيء عيدوا سي حتى تثبت أكثر وحاولوا تخلوها قبلية D A وJob جob يعني وظيفة وIs وPilot وStressful بس نشوف الIs هون هاي أحد أفعال بيه بعرف معناه وطبعا ما في عندي فعل فعل موجود ما في فعل يا أستاذ الجob وظيفة وPilot طيار وStressful صفة يعني يثير للقلق أو للضغط طيب ما في فعل وفي عندي Is طب شو يعني يا أستاذ شو بنستفيد من هذا الشيء معناته هاي جملة إسمية مبتدأ وخبر والإز رح تيجي بالنص مبتدأ وخبر طبعا رح تبلش بالA هاي لأنها capital A طبعا إذا حاولنا نرتبها بشكل منطقي رح تطلع معنا كالتالي وظيفة الطيار مثيرة للقلق وظيفة الطيار كيف أحكي وظيفة الطيار هل أحكي A job pilot هيكا pilot لا أعكسها وظيفة الطيار بالإنجليزي a pilot's job معكوسة a pilot's job ليش معكوسة يا أستاذ هاي معكوسة لأنه مش صفة موصوف لأنه مضاف ومضاف إليه بالإنجليزي كمان المضاف والمضاف إليه مقلوبات طيب a pilot's job يعني وظيفة الطيار إشمالها is هاي بين المبتدأ والخبر هذا المبتدأ وظيفة الطيار بدي أخبر عنها بحكي is stressful وهي stressful طبعا في عندي نقطة is stressful طيب روح على إيه شو شو في عندي هنا enjoy إيش معنات enjoy يستمتع به you أنت fishing الصيد عندي علامة استفهام do معناتها هل لأنها أول السؤال كيف عرفت أنها أول السؤال هاي أول حرف capital راح تكون أول كلمة راح يكون معناها هل رك صخر طبعا هذا عندي سؤال بتبلش به do الآن نحن أخذنا في المضارع البسيط الجملة نعم أو لا يعني سؤال نعم أو لا أول شيء بنستخدم do أو does بعدين الفاعل اللي هو you هاي you بعدين الفعل enjoy صار عندي هل أنت تستمتع do you enjoy الصيد وهي fishing تستمتع بالصيد وعنام تستفهم تمام هل أنت تستمتع بالصيد do you enjoy fishing المطلوب منك هو أجابات الخير اللي حاب يستفيد أنه يرجع كمان لأيه ويتابعها واللي ما رجع لهذا يرجع له المرة واحدة الآن ويحلهم مرة ثانية وحاول يسبقني في الإجابة ترجمة نانسي قنقر